تنقذ أربعة سعوديين جرفتهم سيول في وادي رجل الأزرق أنقذت قوات البادية الأردنية عددا من السعوديين الذين جرفهم السيل في منطقة وادي رجل الأزرق وذلك قبل أن يتم إسعافهم وعادتهم إلى السعودية حسب ما ذكر الصحيفة السبق الألكترونية وقالت الصحيفة عن مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي قوله أن قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي قاموا بإنقاذ أربعة مواطنين سعوديين تم إسعافهم في أقرب مركز صحي وأوضح العنزي على حسابه الرسمي في تويتر فجر اليوم الأحد شهامت أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود وتم إنقاذ أربعة مواطنين سعوديين اليوم من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي وذلك بعد أن جرفهم سيل بجانب طريق الأزرق وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم السعودية والأردن بلد واحد من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني في حديث لوسائل الإعلام الأردنية إن بلاغا ورد لوحدة السراية الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة أربعة أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت من جراء ارتفاع منسوب المياه وذلك في منطقة وادي راجل الأزرق يتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة